يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في اخر جزء هو التريتمنت بتاعة الدبريشن طيب هنرجع الاول مراجعة سريعة كده على الدبريشن من الاول احنا قلنا تعرف الدبريشن هو ايه احنا قلنا منتال ديس اردر منتال ديس اردر وبي على الاقل كان بيقعد قد ايه اسبوعين على اقل اسبوعين وبيكون عنده لوف كل حاجة لو مود لو سلف استيم لو انترسد لو لو كل حاجة طيب هو منتشر ولا مش منتشر لا او منتشر ايه بيو قد حولين العالم كان في المية تلتة وتمانية تمانية في المية وعددهم كان متين وتمانين مليون طيب عند الاضلت خمسة في المية طيب عند الناس القبار اللي عنده بستين سنة كان خمسة وسبعة من عشرة اسبابه ايه احنا قلنا اتنين بي تنين اس اتنين ام اتنين اف خلاص طيب ايه ايه السيبتومز السيبتومز قلنا نقول بقى كل حاجة يعني ايه يعني ايه يعني كل اللي جاء لابدنا نقوله الحاجات يعني سهلة وممكن اصلا تتجمع بسهولة خلاص طيب احنا قلنا ايه نفرق ما بين المودس قدر ازاي لاما بي بنوبة واحدة او ريكارنت بتتكرر او بايبولر خلاص بايبولر اللي هو لاما بيبقى ديبرز لاما بيبقى ناشيط وعنده وعنده حرقة كتير زيادة وهكذا طيب الطيبز احنا قلنا الطيبز انواع كتير اول حاجة احنا سكمناها في ايه اي بي سي دي ام اي بي سي دي ام اي اللي هي اتيبكال ديبريشان ايه اتيبكال ديبريشان دي بيبقى عنده كل الحاجات عالية كل الحاجات عالية زيادة في كل حاجة زيادة في الاكل زيادة في النوم زيادة في كل حاجة خلاص طيب ايه البي البي احنا قلناها فيه تلاتة بي اول واحدة اللي هو ديبريشان ويز بري بارتيام بري بارتيام بري بارتيام تاني حاجة اللي بري منستريول ديسفوريك ديسوردر بري منستريول ديسفوريك ديسوردر تلاتة واحدة بيرسستان دي بريسيف ديس اوردر خلاص دول تعتبيه طيب السي السي قلناها ايه كاتاتونيك دي بريشان كاتاتونيك دي بريشان كاتاتونيك دي بريشان دي كانت عبارة عن ايه انه هو شخص مزول صامت بيعمل حرقات عشوائية غير مفهومة مبهمة ما تفهمش هو بيعمل حرقات دي ليه خلاص وقلنا اهم حاجة انه هو ممكن ييجي في السكيزوفرينيا وممكن ييجي في دي اشهر حاجة للكاتاتونيك خلاص طيب بتبقى ايه احنا قلنا ان هي بتبقى رير بس سيفير رير بس سيفير خلاص طيب احنا كده قلنا السي طيب دي دي بريشان معاها الا الا اكتئاب وا الا اكتئاب وا الا طيب الام اخر واحدة الميلان كلك دي بريشان بعدين قلنا ايه قلنا الانتحار الانتحار بنسمع بنقيمه على حسب ايه العمر والجندر هو كان ستات ولا رجالة طيب هل هو اتعرض لعنف ابي كده ولا لا هل هو عنده اي حاجة قديمة للحاجات ديت هل هل عنده سلاح في البيت دخل السجن فترة طويلة عنده ترقومة من حاجة معينة طيب ان هو دايما حاسس بالزنبه دايما حاسس ان هو معندوش اهداف معندوش طموحات معندوش اي حاجة دايما حاسس ان هو قليل دايما حاسس ان هو عايز ينتحر وبيكتب خطابات وبيكتب وصية له وهكذا طيب اخر حاجة بقى نحن قلنا الدايجنوز إنه إحنا بنقسم على حسب دجريهات أول دجريه اللي هو سابس ريشولد دجريه قلنا دي بيبقى أقل من خمس سيبتومات يعني هو أقل من خمس سيبتومات 2-3 كده وده بنعرف نلحقه على طول طيب الميلد بيبقى أكتر أكتر بس أكتر من خمسة ولكن ما بتأثرش على حياته الخارجية يعني هو بيخرج عادي ويتفسحه من كل حاجة طيب المدرة لا بتأثر على حياته الخارجية بس تأثر مش كبير طيب السيفير بقى لا السيفير ده تأثر كبير وده تداخل وما بيعرفش يعمل اي حاجة ولا بيعرف اصلا يخرج من البتاع دي لازم يتعالج السيفير لازم يتعالج والمودرة بضي طيب التريتمنت بقى احنا كده لبقى دهنا في التريتمنت التريتمنت هنعمله ازاي التريتمنت حاجات اول حاجة حاجات اورال الحاجات بناخدها بالبق ماشي اول حاجة السري والتي سي اي والاس ان ار اي يبقى الس اس ار اي والتي سي اي والاس اس ان ار اي خلاص دول الحاجات اللي بناخدهم اوران طيب هو بس اوران لا ده اصلا بيتميز التريتمنت بتاع الديبريشان انه يعني ايه عن اي مرض تاني انه ايه انه هو لا لازم يبقى لعلاج سايكو ماشي ايه السايكو ثيرابي ايه السايكو ثيرابي دوت ده بالاضافة للايه للميديكال يعني احنا بنديله ادوية في بقه بعد انه قوله ايه تعالني بقى قعد معايا احكيلي يلا احكيلي ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي خلقك زعلين انت دخلت في الاجتئب ايه غمض عينك كده وحكيلي خلاص دوت ايه السايكو ثيرابي طب هو سايكو ثيرابي بس طب افرض هو ما استجابش للأدوية وما استجابش برضو للسايكو ثيرابي هاسيبه لا هروح عملاله ايه بقى اخر حاجة الاي سي تي يعني ايه اي سي تي يعني العلاج بالكهرباء هعالجه بقى بالكهرباء هو مش قادر يستجيب لكل حاجة هو خلاص والحاجات دي بتبقى للناس اللي هي بتبقى جديدة قوي اللي هما يعني يعتبر مجانين يعني او فيه يعني ما بيستجيبهوش لأي حاجة يعني حتى هو مش وعيين خلاص او ممكن بقى فيه حاجات اضافية انه ممكن لايت سيرابي وترانس كرينيال ميجنيتك استيميوليشن هو العلاج بالتحفيز المغناطيسي هنقول حاجات دي كلها بس هنبدأ الاول بالايه بالميديكال يبقى احنا قلنا فيه حاجات اولا حاجات بتتتاخد في البق وحاجات تانية بتتاخد بنوعد مع الدكتور نوعد نحكيله تفاصيل حياتنا وبعدين بعد كده اخر حاجة نحن نعاجه بالكهرباء خلاص طيب اول حاجة السري ايه السري دي بيقولك ان هي هنقول الاول ان هي بيقولك ايه ان هي يعني افضل طريقة للعلاج خلاص وبالصايد افكت بتاعها بتبقى ميمت خلاص زا موستو كومون صايد افكت يعني الحاجات اللي بتبقى اشهر حاجة بتعملها يعني في صايد افكت انها النوزية ضايرية عنده اسهال مش عارف ينام كويس وهي ديك وبعدين الحاجات دي بتحصل في ايه في اول ثلاث ايام وبتخلص يعني ما بدنهاش مستمر خلاص بيقولك بقى السيروتون ايه السيروتونيرجيك سندروم بيقولك ده ايه ده سيرياس نيرولوجيكال كونديشن خلاص ده حاجات في النيرون والحاجات دي بيقولك دي دي بسهب يعني بتحصل بسهب استخدام بطريقة يعني بناخده يعني طريقة طويلة يعني بناخده ناخده فترات طويلة خلاص ايه طب هو بيعمل ايه بقى يعني السندروم ده بيعمل ايه السندروم ده بيعمل حرارة عالية وتشنجات وضربات وضربات قلبه بتبقى مش منتظمة خالص بتبقى ايه سريعة طيب بيقولك بقى ايه ايه ازاي كونديشن ايه اس فيري رير ايه اند هاس بين ريبورتد انلي ان فيري ال سايكوتك بيشن توكنج ملتيبلس ايه سايكوتك بيشن توكنج ملتيبلس ايه ايه ميش يعني هو بيقولك الحالة ديت ما 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 بتحصلش غير في الناس اللي هي بتبقى بتاخد الدواء يعني ايه في ناس ايه يعني مسلا في ناس كبار كبار في السن خلاص هم متعودين على دواء معين وهم اصلا يتشافوا منه يعني هو مسلا ايه يعني هم كنوا مسلا بياخدوا ايه اي حاج ماشي وبعدين ال بعدين خلاص هم متشافوا من من الحكاية دي بس هم لسه في دماغهم رصغ في دماغهم انه او لو ما所有و خدوش الدوت دوت مش هابوا كويسين يعني مش هابوا كويسين مش هابوا من ايه يعني مش هاقول ايه مش هيقدرو يقوم من عال السيرير مش هاقدروا يمشو لازم ياخدوه عشان يقوم مع انهم اصلا ما فهمش هايكى يعني انا اعرف ناس كده اعرف ناس لازم تاخد الاسبرين ولو تاخده مثلا اثنين او ثلاثة اثنين او ثلاثة يعني بتاخد كميات لان هي مش هتقوم ومقتنع اقتناع تام هي مش هتقوم غير لو خدت الاسبرين ده خلاص فهم طب ماشي انا اطلع مثلا صحة منهم بتعبانة بطنابت وجاحة وملهاش علاقة بالاسبرين بطنابت وجاحة ممكن اي حاجة تاني خلاص لا انا هاخد تلعة حبات او اربع حبات يمكن اخيف وهكذا فتزويد الموضوع ده ممكن يدخلوا بقى في اي حاجة بقى ممكن في اي حاجة تاني خلاص يبقى الاس اس ار اي احنا قلناها ان هي بتبقى احسن 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 ايه او افضل علاج ليه لانه هو سايد افكت بتاعته بتبقى ميلد ماشي والحاجات اللي بتبقى سايد افكتات بتاعته بتبقى اي حاجات خفيفة كده مالهاش لازمة خلاص طيب طب احنا بقى اسماءهم ايه اسماء الادوية دي ايه اول حاجة انا ساكمتها في ايه اه اهرب من قلبي اروح على فين اهرب من قلبي اروح على فين اهرب يعني ايه اسكيب صح أروح ترالين على فين يبقى فيه ماشي فيه اتنين أول واحدة فلوكزاتين والتانية فلوفكزامين فلوفكزامين طيب على فين بقى أنا همشي هروح على فين أكيدة على هروح على مدينة يبقى ايه سيتي يبقى سيتالوبرين ماشي أهرب من قلبي أروح على فين اهرب اسكيب يبقى اسكتالو برام خلاص طيب من قلبي يبقى ايه باروكزاتين اروح ترالين اروح ترالين على فين الفيه يبقى فلوكزاتين وفلوفيكزامين طيب على فين انا هروح على فين بقى ههرب اروح على مدينة يبقى سيتي يبقى ايه سيتالو برام خلاص يبقى احنا كده خلصنا الاس اس ار اوي احنا قلنا الاس اس ار اوي ايه احنا قلنا الادوية بتاعتها هوا والاسم التاني لها انا اقرأها وخلاص خلاص بتعمل ايه بتعمل سيروتونجريك سندروم خلاص ده سندروم ده بيحصل لو انت استخدمت الاس اس ار ايه بطريقة غلطة او استخدمته كتير يعني خلاص وقلنا اضرار وقلنا كل حاجة طيب خلاص اسمه ايه بقى ماشي هو بيقولك ايه اه 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 مكوناته ايه بتكون من يعني تات حلقات كيميائية ملناش علاقة بالكلام ده ماشي هو بيقولك بقى ايه او ان هو بيزود الليفل بتاع النور ابنيفرن خلاص نور ابنيفرن ابنيفرن في البرين ساينابس ماشي فبيعمل ايه بقى بيحفز او بياثر على السيرتونين ليفل فالدكتور بيستخدمه عشان يعالج المدرد للسيفير من المدرد للسيفير من المدرد للسيفير دي بريشن يعني هو بيروح للنور ابنيفرن بيقولها نور ابنيفرن افريزي اه اتفرزي بطريقة كتيرة ماشي عن طريق ايه البرين ساينابس خلاص فهي اما بتتفرز بطريقة كبيرة فبتأثر برضو وبرغم على زيك بتأثر برضو على السيرتونين ليفل يبقى هي بتعمل حاكتين ان هي بتأثر على النور ابنيفرن والسيرتونين ليفل بيزيدوا الاتنين خلاص اه عن طريق ايه البرين ساينابس طيب الدكتور بيستخدمه بيستخدمه في أهي بيستخدمه في حاقتين لا ااما مدرت لا ااما خلاص طيب اسمعهم ايه انا ساكمتاه في ايه امي بتروح ديسكو وبتاكل نجريسكو امي بتروح ديسكو وبتاكل نجريسكو امي اللي هي امي بيبرب niños الامي تريبتالين خلاص الامي تريبتالين طيب الامي التانية إيمي برامين إيمي برامين يبقى إيمي 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 هين ماشي أول إيمي الإيمي تريبتالين الإيمي تريبتالين والإيمي برامين الإيمي برامين خلاص إيمي بتروح تروح بتروح لعب برو تروبتالين برو تروبتالين برو تروبتالين بتروح ديسكو ديس برامين ديس برامين ديسكو ديس برامين وبتاكل نيجرسكو نور تريبتالين خلاص أمي بتروح بتاكل نغريسكو إمي إمي تربطالين إمي تربطالين و الإمي برامين خلاص بتروح برر تربطالين برستريبطالين دسكو نغريسكو نور تربطالين نور تربطالين يبقى تيسي إيحنا قلناها من هي بتزاود الليفل بتاع النور بنيفرين وبتزاود برضه الليفل بتاع السيرتونين عن طريق إيه بتستغلم في إيه من السيفير للمدرك من مدرك للسيفير خلاص يبقى احنا كده قلنا الـ SSRI وقلنا الـ TCA آخر حاجة الـ SNRI إيه الـ SNRI بقى ديات بيقول هي بتشتغل شغلين أو بتعمل Dual Action Compounds ماشي أشهر 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 دوليها اسمه إيه بقى Villavaxine 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 خلاص بتقولك هي بتعمل السيرتونين Reuptake Inhibitors خلاص يعني هي بتعمل بتعمل Reuptake بتعمل Reuptake للسيرتونين خلاص وبيقولك في اللو دوز هي بتبقى أمنة قوي وما لهاش صاد إيفكتة أو صاد إيفكتة بتاعها قليل خلاص طيب لو هي عالية قوي بقى لو إحنا زودنا الدوز بقى أو علينا الدوز أو خدنا أكتر من جرعة مثلا اللي هيحصل هي برضو هتعمل بقى بلوك للReuptake نور إبنفرن يعني هي بصلا بتشغل على السيرتونين لو كانت إيه في اللو دوز طب لو كانت في الهاي دوز لا هتشغل برضو على نور إبنفرن هيبقوا في الاتنين خلاص فالفين فالفين لاكزاسين بقى بتقولك هي بتقولك هي يعني إيه جزء منها أو هي يعني الدوز بتاعها يعني بتاع الـ S-N-R-I وبتعمل السيرتونين والنور إبنفرن ري أبتك إنها بترعشين كده بنقول إنها اسمها إيه ديول أكشن كومبوننت ديول أكشن كومبوننت بتعمل السيرتونين ونور إبنفرن يعني إيه وزفتها شغلين نجول الثالث س asteroid Offering ودي بتزود بتاعنا ما احنا هنا بنقول ان هي النور اللي نركز على المصطلحات احنا بنقول ان السيرتونين والنور فعشان كده بنقول ان هي اسمها ايه Dual Action Component Dual Action Component خلاص يبقى احنا كده قلنا السري والتسي اي والس ان ر اي الس ان ر اي قلناها Dual الس ان ر اي ديول الس ان ر اي ديول Action Component اشهر بحاجة لها اللي هو اهرب من قلب اروح على فين والتي سي ايه اللي هو امي بتروح ديسكو وبتاكل نجليسكو خلاص طيب احنا كده خلصنا ايه الحاجات اللي بناخدها بالبق طيب الحاجات بقى اللي احنا بنعملها ايه Psychotherapy الحاجات اللي احنا بنروح للدكتور ونقعد كده ونقول ونحكي لكم ست حياتنا ايه دي بقى العلاج دوت في ناس ما بتبقاش عندها اللي هو ايه يعني ايه متبقاش عندها مرض بس هي نفسها تحكي يعني ايه علاجها ان هي تحكي لحد بس ما فيش حد مسلا بيسمعها او ما فيش حد قاعد معاها خلاص ما فيش حد بياخد ويدي معاها فهي الحمد لله فما فيش حد يعني ايه مشاركها حاجة فهي اصلا يعني مجرد ان هي تحكي لدكتور حاجة خلاص هي كده استريحت كده ارتاحت خلاص طيب السايكو سيرابي دوت بيقولك ايه يعني ايه بيقولك ان معظم السايكو سيرابي ده بيكون بيأثر يعني او بيعالج او تأثيره فعال على الايه على الناس اللي عندك تقي خلاص وممكن تتعالج في موقع صارة قوي من 10-20 اسبوع خلاص او بيقولك بقى ايه ان الكلام بقى والتوكنج مع الدكتور بيساعد في ان انت تكتسب رؤية جديدة للمشاكل بتاعتك وتحاول تحله خلاص طيب بيقولك الدكتور ده بيساعد البيشنت في ان هو يكون راضي عن كل اللي بيحصل حواليه وان هو يساعده ان هو يعني ايه يتعامل مع السلوكيات اللي اسمها ايه اللي بتسبب الاكتئاب ويبتعد عنها او ما يتعلمهاش اصلا يقوله مثلا ان الحاجات دي هي اللي بتسبب الاكتئاب بتعد عنها فيمشي منها يعني او يبتعد عنها خلاص ما ياملش الحاجات اللي بتسبب له الاكتئاب ده خلاص يبقى احنا كده قلنا السايكو سيراب طيب السايكو سيرابي ده له أنواع أول حاجة كوجنيتف بيهيفيور سيرابي أول حاجة كوجنيتف بيهيفيور سيرابي تاني حاجة الانتر بيرسونال ثيرابي الانتر بيرسونال ثيرابي تلت حاجة السايكو دايناميك سيرابي السايكو دايناميك سيرابي بقوا ما تلت حاجات كونجيكتف كونجيكتف بيهيفيور كوجنيكتف بيهيفيور سيرابي تاني حاجة الانتر بيرسونال ثيرابي ثالث حاجة psychological therapy خلاص هما ثلاث حاجات يبقى الل 부드� يقولك ان ده اسمه ايه ان هو بيعالج الافكار والسلوكيات يعن بيعالج الحاجتين الافكار والسلوكيات اله انا بق Solutions خلاص يعن هو朵 برضو ايه ده بيعمل حاجتين ماشي ماشي بيقولك بقى يعني بيعملوا خلاص فبيقولك بقى ماشي هو بيقولك ان هو بيعالج الأفكار بتاعتك المشوهة والسلوكيات النتجة عن الأفكار دي يعني مثلا أنا عندي فكرة وحش خلاص الفكرة الوحشة ديت هتخليني أعمل سلوك وحش خلاص أنا كره الشخص ده أنا هروح أقتله طب أنا لو مش كرهه مش هروح أقتله بس أنا كرهه أنا رايح أقتله دلوقتي أنا رايح أضرابه أنا هموته أنا مش قادر خلاص فهي بتعالج الحاجتين فبيقولك بقى عشان عشان اسمها إيه بيقولي يعني فيه مثال للحكاية دي فبيقولك ان الدكتور مسلا يروح مديك جورنان ويقولك اقرأ الجورنان ده أو شوف عينيك وقعت على إيه أو أول حاجة عينيك بصت عليه فهو مش هيبص غير على الحاجات الوحشة الحوادث يعني أي حاجة وحشة أو أي خبر وحش هو عنيها تقع عليه لأنه هو ما بيشوفشك الحاجات السودوية أو الحاجات الوحشة خلاص فهو بيقولك بقى ان ايه ان بالأضافة زي لك ما ممكن برضو الشخص اللي عنده كنتمتف بها يعني القصدي اللي عنده دي بريشان ده ممكن يكون ايه عنده يعني تعميم لكل حاجة تعميم للحاجات الوحشة تعميم لكل حاجة أو شخصانة الأمور يعني ايه إن هو اللي بيعمل كل حاجة يعني شخصانة الأمور يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده علي يعني ممكن يكون راجل مثلا بيحكي أو الدكتور بيحكي عن حاجة معينة يقوله لا انت بتحكي عني أنا أنا اللي فيها الكلام ده مثلا ممكن يكون بيزم في حادثة لا أنا اللي فيه انت بتقوله عليها يعني ماشي أو عنده أفكار مشوهة أفكار مشوهة مش راضي يغيره مش راضي يعمل فالدكتور بقى وزفته ايه بقى يعني هو عنده شخص ده عنده أفكاره الغلط هو هيعمل إيه؟ هيحاول يقعد معي يقوله إيه؟ طب إنت إيه اللي جاب لك الفكرة دي؟ طب يا سيد طب ممكن مثلا تفكر في حاجة تانية؟ طب ممكن تفكر في إن ممكن يبقى حاجة زي كده؟ أنا يعني أنا من نوع من الناس اللي بحب حد يعني أقعد مع شخص ويقل لي يعني إيه؟ يقول لي يعني مثلا أنا لو مثلا كرها حد أو مثلا مش كرها أو مثلا مدائع من حد معين خلص أنا بحب أصلا إن الشخص اللي قدامي هديني للشخص ده يعني عن الشخص ده شاء ما بحبش أكون مثلا مدائقة منه فبحب إنه هو مثلا يديني نظريته أو وجهة نظره أو كده في ناس لا ما بتحبش كده بس عمتا يعني يعني عمتا أي شخص ما بيتكلم مع شخص تاني بيحاول إنه هو يخرج الأفكار السلبية ويخرج الحاجات دي فالحاجات دي بتريحه هتلاقيه أصلا بعد ما خرج الحاجات دي هو استريح هو حس براحة خلاص كوجنيتب بيهيفيور سيرابي إنه احنا بنعالج الأفكار المشوهة اللي عند البتاع والسلوكيات اللي بتانت وجه إيه عنها طيب انتر بيرسونال بقى سيرابي إنه إيه الكوجنيتب بيهيفيور سيرابي طيب انتر بيرسونال سيرابي انتر بيرسونال سيرابي إنه إحنا دي علاقة المريض بقى بأهله علاقة بقى يعني معفينة يعني إيه علاقة ما فيش علاقة أصل فبيقولك إيه نوع العلاج ده ان احنا بنركز على القضايا والحاجات اللي حصلت له وهو صغير اذا كان ايه سوشيال رولز اجتماعية حاجة حصلت له في المجتمع يعني في مجتمعه يعني في اللي هو عيش الناس اللي حواليه او الاشخاص اللي حواليه واصناء العلاج بيكون ايه اه يعني بيقعد يقوله ايه احكيلي انت ايه علاقتك باهلك يعني بيقعد جنبه كده احكيلي علاقتك باهلك عاملة ازاي بيحبوك ولا لا هل هما بيحبوا مثلا اخوكي كبير اكتر منك يا انت حاسس بدا يعني ولا هما بيعملوك بيعملوك كلكم زي بعض طب هل معرفش ايه بيقعد يسألوا الحاجات دي ومن خلال الحاجات دي هتبقى هو هيترتب عليه هو حاسب كده ليه فيحاول يصلح الامور دي او يجيب اهله مثلا يتكلم معاهم لا حاولوا تحسنوا سلقوا عشان هو يبقى ايه كويس خلاص بيقولك او يعني هو بيقولك بقى هو بيشوف ايه علاقته بالناس اللي حواليه بمسلا مراته باصدقاءه الفاميلي بالمحيط العمل بتاعه والهدف منها انه هو يخلي يخلق علاقة يخلق علاقة كويسة يعني ما بين اهله وما بين حياته او انه هو ويحل بقى للسراعات ونزاعات اللي في دماغه اللي هو منكونها في دماغه خلاص يبقى الانتر برسونال سيرابي انه انا بشوف ايه علاقته باهله علاقته باهله علاقته بناس اللي حوليه عامل ايه هل هي حلوة او وحشة مثلا ابو بيدربه فهو واخد حاجة في قلبه كده انه هو مثلا كده بيتعذب مش عارف الناس زيما يعني اهله دايما بيحبطوه دايما مش مدينه رونقه مش مدينه احساسه بنفسه كده فعلى طريق ده بقى هو هيعلكه يبقى ايه اول حاجة كونيت في فيهيفور سيراب انه هو عنده افكار ومش هوها او افكار غلط وعن طريقها بيعمل سلوكيات او بيعمل تصارفات مش كويسة او هو اهله مش كويسين وبيعملوه بطريقة مش حلو سايكو دايناميك سيرابي بقى دي اخر واحد دي دي جواه هو بقى يعني دي احنا قلنا دي دي سلوكيات وافكار ماشي ودية علاقته مع اهله دي حاجات جواه يعني ايه هو هو صغير حصله الترومة من حاجة معينة فالحكاية دي اصرات يعني هو مش فاكر اصلا هو مش فاكر الا حصله اصلا مش فاكر الا حصله بعد كده يعني هو مش فاكر هو يعني حصله كده ليه اصلا خلاص فهو بيقول ايه هو اسمه العلاج العلاج بالتحليل النفسي يعني ايه يعني انا هقعد اقوله وغمض عينك كده قول لي يعني ايه مقصر في حياتك من زمان يعني ايه اللي حصل لك زمان او احكي لي اي حاجة فاكرها في دماغك او معلقة في دماغك لغاية دلوقتي وما نستهاش فهو يبدأ بقى يحكي فمن خلال الحكاوة دي احنا نستنتج ايه اللي حصل له زمان خلاه خلاه كده او ايه اللي حصل له زمان خلى عنده الازمة دي او المشكلة دي خلاص الهدف بقى من العلاج ده ان احنا نخليه واعي لكل المشاعر اللي جواه وكل الحاجات اللي بتحصل حواليه وانهو ما يكونش قلقان ويبقى عنده نظرة بقى يعني ايه يعني انا بعمل التصرف ده عشان كازا عشان حصل لي حاجة زمان قديمة اه غير اللي خلقتني عامل كده فهيكون حاسس بقى بالحكاة دي وهيكون عنده انطباع صحيح عن نفسه عن نفسه يعني ايه يعني انا دلوقتي انا حسن صورة نفسي قدامي خلاص يعني مثلا ايه واحد بيخاف من الكلاب خلاص وهو مش عارف هو بيخاف من الكلاب ليه يعني يعني مثلا هو كان زمان عادي بيلعب مع الكلاب فهي واحدة بقى يخاف منها طب ايه اللي حصل يعني ايه المفارقة ما بين الحكتين دي يعني ايه اللي حصل في النص خلاك تخاف من الكلاب يعني ايه ايه اللي حصل طب انت كنت تلعب معهم زمان وبتحبهم زمان ايه اللي حصل هي بقى دي هي ان احنا بنشوف الانطباع او الانطباع الصحيح اللي احنا بنشوفه ان هو ايه يعني انا مش عارف ومش مركز ماشي إيه اللي حصل لي أو كده فالدكتور بقى ده وظفته الدكتور وظفته أنه هو يقعد معاك يخليك كده تحلل شخصيتك معاه وتفهم إيه اللي حصل لك على فكرة الإنسان ما بيفهم نفسه وبيفهم سلوكياته وبيفهم كده بيبقى أحسن يعني الإنسان ما بيفهم نفسه بيحاول يحسن منها إنما الإنسان اللي دايماً شايف أنه نفسه عظيمة ونفسه ومعرفش إيه ما فيش منها عمره ما يتحسن إنما أدام عرف مشكلته أي مريض أدام عرف أنه هو مريض أو أدام عرف أنه عنده مشكلة يبقى كده هو بداية العلاج يعني هو خلاص كده هو تعالج يعتبر تعالج أدام عرف مشكلته خلاص السايكو سيربي والانتربرسونال سيربي والسايكو داينميك سيربي آخر حاجة بقى الحمد لله الإلكترو كونفالسيف سيربي اللي هو العلاج بالكهرباء خلاص دي اخر حاجة بيقولك العلاق بالكهرباء دي ان احنا بنعمل ايه ان احنا بنرسل اشارات للمخ عن طريق عن طريق الكهرباء يعني بتخليه بتخليه يعني ايه يتحكم في التشنجات اللي عنده وعن طريق احنا بنعملها بفولتات معينة او درجات معينة احنا اللي بنحددها طيب احنا بنعمل الحاجات دي لان كل الحاجات العلاجات بقى لقبل كده اللي هو إما كانت ميديكا اللي إما كانت سايكو ثيرابي الحاجات دي كلها مقصرتش فيه خلاص فاحنا بنعمله الاي سي تي بقى دي عشان دي اخر دي اخر حل خلاص بيقولك بقى ان هي بتقعد على اقل من من اسبوع لاسبوعين خلاص وخلاص بيتعالج ماشي بيقول ايه بقى تاني بيقول ان هو بعد بقى ما يتعالج وبعد ما يقعد اسبوع او اسبوعين في الاي سي تي دي بقى اللي بيحصل هو بيرجع تاني ياخد الادوية وينتظم فيها وكده وان هو بيقول ما هو العلاج الاي سي تي يعني ما يتيجي التعالج منها هو بيديله تحت تأسير المخدر عشان هو ما يتقزمش او يكون عنده جرح من الحاجات دي او ما يشعرش بتعب او يعني خلاص بيقول ان معظم بسواني بيقول ايه ان معظم ان معظم من اللي عندهم يعني بيقول بقى ايه ان معظم بياخدوا من عشرين لستين سانية في ان هما يتعالجوا يعني 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 بيعودوا تحت تأسير الكهرباء يعني من عشرين لتسعين سانية اه وهم بيصحوا او بيفوقوا في اول عشر ثواني او من خمس لعشر ثواني والسايد افكت بتاعتها بتبقى ان هو مسلا يعني شور بينسى بينسى شوية او بينسى بسرعة وهكذا طيب احنا بنعمل بيع ايه عشان ما نخلهوش ينسى يعني احنا بنحاول يعني ايه هو بينسى ماشي الحاجات دي بتخليه ينسى شوية فاحنا هنحاول نعالج الحكايات النسان دي بسرعة خلاص بس كده اللي هو ايه الاي سي تي احنا قلنا ان هو العلاج بالكهرابا علاج بالكهرابا ان احنا بنحدد الفولت اللي احنا هنديهوله وان هي بتقعد من من اسبوع لاسبوعين ماشي وان هي وان هو عشان هو ما استجبش للعلاجات والحاجات ديت فاحنا بنديله بقى الاي سي تي دي بقى خلاص احنا زهقنا مش رضي يستجيب لأي علاج اه طيب احنا بنقعد قد ايه من عشرين لستين تسعين ثانية طيب هو بيفوق امتى من خمسة لعشر ثواني خلاص اه الصيد افكت بتاعتها ايه الصيد افكت بتاعتها ان هو بينسى شوية بس احنا بنعالج النسان ده بسرعة او هو بيرجع طبيعي عادي على طول اه ما بيقعدش يعني خلاص يعني دي ايه بقى الاي سي دي طيب في حاجة اسمها ايه ايه اه ترانسكرينيال ѝ اا ماجنيتك اا استيميوليشن يعني ايه يعني ان هو بيقولك العلاق بالتحفيز الماغنطيسي طب يعني ايه برضو علاق بالتحففيز الماغنطيسي دوت يعني ان انا بحفز بديله اه جزيئات او حاجات معينة بتحفز البرين فبتحفزو ديت بتعمله ايه بتحفز البرين مثلا سوالي. Mehابة بيحفز بتحافز البلين عشان يقوم بنشطته المعينة يعني فاحنا اخدنا الموافقة من نظامة الغذاء والدواء على الترانسكنينيال ميجنيتك ستيميوليشن دي خلاص وبقى اينا نستخدمها طيب نستخدمها في ايه ايه اهم حاجة نستخدمها فيها ماشي ايه الحاجة اللي بنستخدمها فيها احنا بنستخدمها اما المريض ما يتحسنش اما يتحسنش يبقى هو عنده ومش راضي يتحسن يعني قعدنا نستخدم كل حاجة بقى هي زي الاي سي تي دي برده بس هو انه برده ما تحسنش بالاي سي تي خلاص فاحنا بنبقى نديله بقى ترانسكنينيال ميجنيتك ستيميوليشن يمكن يتحسن طيب دي حاجة بقى ايه انهنا بنعالجه بالضوء انهنا بنسلط عليه ضوء ماشي شدته بتبقى عالية شوية عشان ايه ان نحاول نعالج الدبريشن ده ده بيبقى عبارة عن ايه بقى دي اشهر حاجة بتتعالج باللايت سيربي يبقى اشهر حاجة بتتعالج باللايت سيربي اسزونال ده بقى احنا كده خلصنا ايه يبقى نقول التديبينت من الاول التديبينت اول حاجة التديبينت لا اماiendش السرائي السرائي اس اروي اهرب من قلبي اروحها لفين والتي سي اي تي سي اي اللي هو ام استروح نيجريسكو خلاص طيب السايكو سيرابي لما كوغまétع بيهيوير سيرابي لإما انتر بيرسونال سيرابي لإما سايكو دايناميك سيرابي طيب آخر حاجة الاي سي تي الاي سي تي كل الحلول بقى مشت من إيدينا وما فيش الاي سي تي أو الترانس كينيال ميجنيتك بقى استيميوشن دي حاجات بسيطة أو اللايت سيرابي خلاص الحمد لله كده خلصنا ويارب بكونوا فهمتوا أي حاجة ولو عايزين تسألوا أي سؤال ابعتوا وانا هرد عليكم ودعوة حلوة بقى ان شاء الله كده وان انا قعد الموديول ده على خير وان شاء الله خير سلام